في إطار استراتيجات وزارة الدخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد أصفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 605 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 21 مدرية أمن والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 310 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 63 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1270 قطع السلاح ناري أبرزها 167 بندقية و120 بندقية ألية و62 مسدسا و921 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و152 خزينة إضافة لألف واربعمائة واسنتين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590 ألفا ومائة وسبعة وسبعين حكما قضائيا بإجمالية 37 ألفا وأربعة وسبعين متهما من بينهم 2468 حكم جنايا ومائتان وسبعة ألفا وثلاثة عشر حكم حبسة ومائتان وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون حكم غرامة واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 22 تشكيلا عصابيا ضموا 84 متهما قاموا بارتكاب 324 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 69 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية 90 متهما كما تم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1766 قضية إدغار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1943 متهما وبحوزتهم ما يقرب من 718.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة 146 طن من نبات البنجو المخدرة وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 47 كيلو جرام إضافة إلى ما يزيد عن 17.5 كيلو جرام من مخدر استروكسا وعدد 19.615 قرصة مؤثرة و20.947 قرصة رمضون مخدرة و6058 قرصة كيبتاجون مخدر كما تم إبادة مساحة 287 فدان منزرعة بنبات الخشهاش المخدر و14 فدان منزرعة بنبات البنجو المخدر هذا وتخضر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 543 مليون جنيها كما تم ضبط ستة ملاكس غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 240 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة موسيقى